موسيقى مش كتير من ربعية الزمالك لأول مرة من سنين طويلة جدا أو يمكن مش من سنين طويلة قوي من ساعة من موسم أو اتنين لما الأهلي فاز على الزمالك بخماسات بيتسو بقوا بيسموها كده سوداسية جوزي خماسات بيتسو ربعية كولر جمهور الأهلي يعني لكن لأول مرة من فترة طويلة قوي أشوف جمهور النادي الأهلي مش مش راضي أو مش مش سعيد ولكنه كان منتظر المزيد يعني فيه مطشط كده حتى لو كسبتها قدمت فيها عرض قوي زي اللي عمله النادي الأهلي قدام الزمالك وحتى لو عملت سكور كبير خلينا نعترف أنه في الأول وآخر أربعة في شباكة أو في مرمى الزمالك هي يعني كافية جدا ويعني خلينا أقول أنه طموح الأهلوية يبقى مرضي بشكل كبير جدا لما تتخلب على الزمالك في مباراة بنتيجة أربعة ولكن خلينا أقول لك برضو أنه فيه جزء كبير جدا من جمهور النادي الأهلي وأنا شخصيا منهم ما كنتش راضي عن المباراة بمنتهى الصراحة أكلمكم ليه هل الأهلي بالنسبة له قصة مباراة الدربي أو مباراة المباراة اللي فيها منافسة مع الغريم التقليدي في حد ذاتها بعيدا عن حسابات المكسب والخسارة وبعيدا عن حسابات التتويج تخط اللقاء ده تحديدا وانت بحقق لقب البطولة رقم 43 في تاريخك فبالتالي انت بتخد المباراة بدون أي ضغوط عصبية بتخد المباراة هدفك الأساسي هو امتاع الجماهير وبالتالي لما يكون عندك فرصة وأنا بكلمك عن ثقافة جزء مش قليل يعني مش هقدر أقول الأغلبية لكن خلينا أقول أنها جزء مش قليل من جماهير النادي الأهلي دايما عندها طمع في المزيد والمزيد ويا ريت الرسالة توصل حتى لمستر كولر أن جمهور الأهلي لا يكتفي بتحقيق فوز عريض وخصوصا لما يكون مع فرق بتنفسك على المستوى المحلي أو على المستوى القاري بتكلم على فرق زي الإسماعيلي اللي مكسبك ليه في أي مناسبة وفي أي مواجهة يظل بالنسبة لجماهير النادي الأهلي ليه مذاق خالص حتى لو كان الإسماعيلي في المواسب الأخيرة دايما بيحاول يهرب من شبح الهبوط أو على حساب الزمالك المنافس التقريدي اللي بيننا وبينه حالة صراع لطيفة يعني مش عايز أخذها لحالة من حالات تصدر التوتر والغضب لكن في حالة من حالات الشد والجذب على المستوى الجماهيري بين جماهير الأهلي والزمالك في إطارها الصحيح والطبيعي وأتمنى أنها ما تخرجش عن ده أبدا حقيقي لكن في النهاية جمهور الأهلي دايما عنده طمع في المزيد والمباراة دي على وجه التحديد كان بإمكاننا الحقيقة أن نحن نحسمها بفارق أهداف أكبر بكتير على كل أحوال مبروك وتأكد الحقيقة العرض القوي اللي قدمه قدام نادي الزمالك أو اللي قدمناه قدام نادي الزمالك بربعية مبارح قدام المقاولون لظهر بشكل شرس الحقيقة شكل شرس حسيت أن المقاولين مبارح بينافس على رقب أو بينافس على مركز مهم يؤهله للمشاركة في بطولة أفريقية ولكن في النهاية ده مفهوم وده دايما معمول حسابه مع أي فريق مش بس المقاولين وعارفين حجم الشراسة اللي بيقاتل بيها أي فريق في مواجهة النادي الأهلي في محاولة منه لإثبات ذاته وهو بيلعب دايما أمام الأقوى والأفضل لكن في النهاية يبقى قدامنا تحديات وهتقول لي البطولة خلصت وهتقول لي اللقب اتحسن وهتقول لي أنه الأهلي حقق العلامة الكاملة لا أولاك أنه الضائفة عند الأهلوية ما زالت مستمر امبارح في لحظة من اللحظات اللي الأهلي كان متعدل فيها واحد واحد حسيت بحالة غضب جماهيري على سوشال ميديا وحتى مع الناس الليها كنتم تفرج عليه هلمطش معاها يعني وكأنه الأهلي لسه بيلعب على البطولة وكأنه الأهلي في حاجة مسة للمكسب وكأنه الأهلي لو خسر نقطتين في المباراة دي اللي هي بينقصين يعني بجد يعني تحصيل حاصل هيبقى في حالة غضب جماهيري شفتوا إلى أي مدى بيفكر جمهور النادي الأهلي شفتوا غيرت جمهور على فريق محقق كل ألقاب البطولات اللي خضها الموسم ده ومازال عنده رغبة في المزيد حتى ولقب البطولة محسوم عشان كده بقولك جمهور الأهلي عنده دوافع زي ما أنا متأكد تماما وأنا بكلمك كده أنه في قط اللبس فيه دوافع كبيرة جدا عن مستر مارسل كولر وما عنديش شك أنه فيه دوافع كبيرة عند سكواد النادي الأهلي قدامنا فرصة أن نحن نوصل لرقم تاريخي في حالة مكسب الأهلي للتلات مباريات المتبقية ليه حرس بيرامدز مصري يصل الأهلي للنقطة تسعين ويبقى لأول مرة بيكسر رقمه القياسي المسجل باسمه في عدد النقاط ولأول مرة ينهي البطولة بدون ولا مباراة خسرها إن شاء الله بإذن الله بداية من بكرة أو النهاردة طبعا هنتابع تمرينة الأهلي ونروح لملعب مختار التتش في النادي الأهلي في الجزيرة نتابع ونشوف الساعات الأهلي لمباراة الحرس القادمة إن شاء الله يوم الأربع من بعدها هيتبقى لنا مباراتان فقط لغير مباراة بيرامدز يوم الحد ثم نختم بشوارنا في بطولة الدوري نسخة 22-23 بمواجهة المصري البورس سعيدي يوم 26-24 إن شاء الله اللي بعد اللي جاي من هنا ليوم الأربع في كلام كتير جدا نقول وخصوصا إنه رقميا البطولة طبعا حسمت لكن لازم يكون عندك في الـ background يعني أو في الخلفية إنه الموسم اللي جاي صعب جدا 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 والحقيقة على مدار تحللنا لمشوار الأهلي الموسم ده كتير من النجوم اللي استضفناهم أكدوا على أهمية القرار اللي خدوا مجلق استدارة النادي الأهلي في الموسم الأخير بإراحة اللاعبين الحياة اللي ستنزفوا على مدار تلت مواسم في كل البطولات وإنه القرار ده كان ليه تأثير إيجابي كان ليه مفعول السحر مع مستوى الأداء وحجم الإصابات مستوى الأداء الأهلي اللي يتطور بشكل كبير جدا مع مارسل كولر حجم الإصابات اللي أقل بشكل كبير جدا لأول مرة من ثلاث مواسم تقريبا أو من أربعة مواسم فاتوا ببنشوفش مستشفى الأهلي كامل العدد الحمد لله ونتمنى إن شاء الله ربنا يحافظ على لعبتنا فيه اللي جاي هنتطمن على محمد الشناوي أحاول أطمنكم على حجم إصابته ومدى جهازيته للمشاركة في مباراة الأهلي القادمة وخصوصا أنها برضو تقدر تحطها في خائب السسناء مباراة الحرس شوية يعني هتطلع الحرس من الحسابات لكن مباراة بيرامدز مباراة المصري بالنسبة لجمهير النادي الأهلي اتنين من المباراة الجمهيرية اللي بينتظرها الجمهير في كل موسم السعدادات الأهلي قيمة الأهلي عودت طبعا سلاسي اللغاب بسبب الحصول على ثلاث إنذارات أعتقد أنه هيرجعوا لقيمة الأهلي قبل مباراة الحرس عندنا عبد المنعم عندنا ياسر وأعتقد هاني كمان دخل في حسابات مارسل كولر كل التفاصيل المتعلقة بما تبقى في مشوار الأهلي في بطولة الدوري وكل التفاصيل تحديدة المرتبطة بالموسم اللي جاي هنتكلم فيها في حلقة النهاردة مع نجم كبيرة هاشرفنا في أستاذيس النهاردة كابتن رمضان السيد قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل ونعرف أهم أخبار النهاردة خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم أعبد نتكلم على أرقام جبارة لو خدنا طبعا على سبيل مثال أرقام الدوري الإنجليزي اللي بدأ بيها الإنفوغراف تكلم على 24 مليار تقريبا في حوالي 23 سنة يعني تكلم على مليار السليني في الموسم الواحد ده رقم أكبر شوية كمان من تخطى حجز المليار السليني في الموسم الواحد ده رقم جبار وده يترجم لك إزاي ممكن تبقى رياضة كورت القدم صناعة وبيزنس طبعا بعيدا عن مكاسب الفنية النهاردة بتداش تنكر أنه دوري الإنجليزي بتكلم على بطولة هي الأقوى بتكلم على بطولة هي الأفضل بتكلم على عدد من نجوم لا حصر له بيلعبوا فيه ضمن أندية الدوري الإنجليزي هو الدوري الأهم النهاردة والدوري الأكبر وتفوق واضح كمان لأندية الإنجليزية حتى على مستوى البطولات الأوروبية الكبرى يعني تشيلسي حاضر بنسخة سيتي حاضر بنسخة ليفر بول حاضر بنسخة أنا بكلامك بس على تشامبيونز ديك ففيه طبعا بالإضافة للأهمية أو للمردود الفني الرائع جدا اللي حصل تطور اللي حصل في الكورة الإنجليزية تكلم كمان على أرباح مادية على أعلى مستوى وده فكرة طبعا نتمنى إن شاء الله نشوفه في معظم أندية الدوري المصري طيب خلينا نروح لدوري الإنجليزي بره أنا واحد من نجوم أستنفيللا وواتفورد مدافع فريق أستنفيللا وواتفورد الإنجليزي السابق نيل كوكس واضفنا فيه السادسة نرحب به طبعا بداية وأشكره على مشاركته معنا وظهوره معنا على شاشة الأهلي أهلا بك شكرا جزيلا لكم نيل كوكس خليني أبدأ معك ببطولة العالم للأندية اللي أشارك فيها من مصر النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات اللي تلعبت في كاس عام الأندية والسيتي بطل أوروبا السندي يمكن الحقيقة ما حصلتش قبل كده في أي من مشاركات الأهلي إنه واجه نادي إنجليزي صحيح واجه أبطال أوروبا واجه فرق زي باي ميونيخ واجه فرق زي ريال مادريد لكن في النسخة اللي جاية بالسعودية ممكن يكون فيه فرصة أو مواجهة مرتقبة تجمع بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا الأهلي والسيتي توقعاتك لمشاركة السيتي في البطولة وتوقعاتك ورؤيتك أيضا لمواجهته اللي ممكن تحصل أمام النادي الأهلي بطل أفريقي أعتقد أن الكفة ستكون لمنشستر سيتي بالطبع ولكن لأن كما تعرف الآن منشستر سيتي هو متسايد كرة القدم في الدورة الإنجليزية في كرة الإنجليزية وليس على مستوى كرة القدم فقط ولكن نرى منشستر سيتي متؤلقة على جميع الجوانب بالحديث عن السيتي يمكن والحقيقة الحديث أيضا عن الدورة الإنجليزية توقعاتك للموسم الجديد بناء على الصفقات والأسماء ما بين أسماء رحلت بالفعل عن الدورة الإنجليزية وعن الانديها الإنجليزية وأسماء مرشحة الانضمام وأسماء انضمت بالفعل توقعاتك للنسخة الجديدة من البريمير ليج أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة عن ما كانت عليه في العام الماضي تشيلسي الآن تغير تماما الأرسنل يجري العديد من التغيرات من تغيرات منشستر إنايتد أيضا أجرى أجرى العديد من التغيرات والأرسنل كما شاهدنا في الموسم الماضي قد تعلق كثيرا فأعتقد أن الأمر سيكون مختلفا ولكن منشستر سيتي لدي حدود كبيرة أعتقد أنا متأكد أننا سنرى في أول أسابيع سيادة كاملة لمانشستر سيتي على الدور الإنجليزي هل تتوقع أن يكون في شكل منافسة مختلف يعني يمكن في كل نسخة أو في كل موسم توك في سيتي كان فيه فريق مختلف بينفسه علاقة بالبطولة أخيرهم طبعا الأرسنل لقدم مع رتتا موسم أكتر من رائع تتوقع أنه النسخة الجديدة قادر السيتي يعني بنفس الشكل أو بنفس المستوى أن يحسمها بسهولة ولا متأقع أن يكون فيه منافسة من وافد جديد زي الحقيقة نيو كاسل مثلا لقدم موسم أكتر من رائع أو المان يونيتد لاستعاد جزء كبير جدا من قوته أو من رونقه في الفترة الأخيرة أعتقد أن مانشستر سيتي سيلعب بطولاته المفضلة بشكل جيد ولكن أعتقد أن إيدي أهاو قام بمجهود جبر مع نيو كاسل نعم والأرسنل كذلك سيكون منافسا قويا هذا العام أرسنل أنهى الموسم الماضي قريبا من اللقب قبل النهاية بأسريع قليلة فأعتقد أن كما رأينا في موسم الانتقالات في العام الماضي قد كان فارقا في مستوى الأندية أعتقد أن منشستر سيتي ومنشستر سيتي ومنشستر نايتد على حد يجب أن يكون أقوى في هذا الموسم يجب أن يكون هناك منافسة كما كانت من قبل التغييرات كثيرة والاختلافات حدثت في كرة القدم كثيرة فيجب على الأندية الأخذ بالاعتبار هذه الاختلافات أهم الصفقات التي حصلت من وجهة ناظرك حتى اللحظة سواء بالرحيل من أندية إنجليزية أو صفقات جديدة أبرمتها وخصوصا عنديية القمة التي يمكن أن يكون لديها فرصة للمنافسة على البريميون ليج والمنافسة أيضا على واحد من الثلاث ألقاب أوروبية كونفرنس ليج يوروبا ليج وشامبيون ليج أعتقد أن ديكلان رايس بانتقال إلى أرسنل كان فارقا وسيكون مهما جدا للفريق أعتقد أنه سيدعم خط المتصف الدفاع لأرسنل أعتقد أن أيضا وستهام قد أجرى قد أجرى بعض التغييرات ولكن تغييرات طفيفة أعتقد أنها ستكون جيدة نوعا ما ولكن الأرسنل هو صاحب أقوى تدعمات هذا الموسم بكاي هافردز وديكلان رايس أعتقد أن المدير الفني يعرف ماذا يريد جيدا من هذا الموسم أعتقد أن لم نرى نسخة الأرسنل مثل هذه منذ فترة رحيل جوندوغان ورحيل رياض محرز من السيتي هل ترى من وجه نظرك ممكن يأثر على قدرات جوندوغان على وجه التحديد كان واحد من أهم اللاعبين في الموسم الأخير والحقيقة يمكن تعودنا دايما من السيتي على صفقات قوية جدا في بداية الموسم لغاية النهاردة ما سمعناش هل شايف أنه في سكواد بيب جوارديولا ما يعود غياب أو رحيل اتنين من أهم النجوم ولا أن السيتي على وشك أنه يبرم صفقات من العير التقيل لا أعتقد أن منشستر سيتي قوي كفاية ولكن إذا نظرنا إلى منشستر سيتي وقواته على المستوى الأوروبي فأعتقد أنه قادر على استقطاب الكثير من الأسائم ولكن أعتقد أن منشستر سيتي وفاجئنا دائما في بداية كل موسم وبعد كل فترة انتقالات نرى منشستر سيتي بشكل أقوى فأعتقد أنه سيكون هناك بعض التغييرات وإن كان منشستر سيتي قويا كفاية ولكن لعب أو لعبين لن يؤثر في طريقة وتشكيلة منشستر سيتي أعتقد أنه سيؤدي موسما قويا هل في كلام على أسماء أو صفقات منتظرة أو أسماء مرشحة لانضمام للسيتي في الأيام القادمة أعتقد أنه هناك الكثير من الأسام التي قام بها الكشافون بإعطائها للأنديع الإنجليزية فكل مباراة جرت في الموسم الماضي كانت متابعة بشكل جيد من قبل الكشافين أعتقد أنه لأنديع يجب عليها التركيز على احتياجاتها ليس فقط الأسماء والأسماء المقترحة أعتقد أن كل نادي يعرف جيدا وخصوصا منشستر سيتي يعرف جيدا متطلباته واحتياجاته للموسم الجديد أعتقد أن موسم الانتقالات القادم هو هادئ نوعا ما الآن ولكن أعتقد أن منشستر سيتي سيحدث ضج في الأيام القليلة المقبلة يمكن نعتبر أن الموسم الأخير أوروبا كان موسم ناجح جدا عندها الإنجليزية عندنا وستهام فاسبال كونفرنس ليج السيتي فاسبال شامبيوز ليج وده خليني أسألك كمان عن فرس أستن فيلا بما أنك كنت واحد من نجومه سيعود مرة تانية المشاركة في المسابعات الأوروبية من بوابة الكونفرنس ليج شايف فرصه في تحقيق اللقب الموسم اللي جاي وشايف إزاي استعدادات أستن فيلا للموسم اللي جاي سواء في الكونفرنس ليج حسنا أستن فيلا هو فريقي المفضل هو من أكثر الفرقة التي لعبت لها في الدولة الإنجليزية وأعتقد في سابق عهده هو الآن هو الآن يحاول العودة للمشاركات الأوروبية وأعتقد أننا الآن لدينا فرصة جيدة لهذا لدينا مناخ طيب للمنافسة مانشستر سيتي يقوم بأستن فلا آسف يقوم بتحضيرات أكثر من جيدة في هذا الصيف أعتقد أن الفريق يجب عليه الاهتمام بالنواحي الخططية والبدنية كذلك للمنافسة أعتقد أن واتكنز سيكون له دور كبير في تدعيم الفريق هذا الموسم فأعتقد أن موسم الانتقالات الحالي قادر أسف فيلا على تدعيم وتقوية الفريق لمساعدة المدير الفني في كل مباراة في الموسم المقبل هنا أمري المدير الفني ودرب أسف فيلا عنده نجح جدا فيما تعلق ونجح بالفعل أنه يقود سبيع الأسبانيا أو فريق جبيلية أن يفوز بثلاث نسخ للدوري الأوروبي هل تتوقع أن يقدر يكرر نفس الإنجاز مع أستن فيلا نعم أعتقد أننا جميعا نتمنى ذلك أعتقد أنه قادر على فعل ذلك هو لديه الكثير الذي يفعل أعتقد أن لديه خطة لخمس أو ست سنوات لنرى أستن فيلا قادرا على الفوز بأكبر البطولات الأوروبية أعتقد أن الدعم الذي يلقاه في أستن فيلا سيكون فارقا معه في الموسم القادم أعتقد أنه لديه تاريخ مشرف في أوروبا يجب علينا استغلال ذلك يجب عليه أن يحظى بموسم جيد ودعم جيد من قبل الجماهير وإدارة أسونفيل يهمني أتكلم إنجاز التعبير سميها صفقة الموسم وكل موسم لأنه طبعا الأسماء الأندية التي ارتبطت برغبتها في التعاقد مع نجم الكرة الإنجليزية ونجم هجوم منتخب إنجلترا هاري كان على مدار المعاسم الأخيرة كتير جدا ويمكن من أبرزهم كان فريق ريال مدريد وأيضا الموسم الأخير كان فيه كلام عن رغبة المان سيتي في التعاقد مع هاري كان قبل طبعا إتمام صفقة إيرلينج هارلند السنة فيه كلام كتير على اهتمام باير ميونيخ بالتعاقد مع هاري كان هل أنت تشوف أنه دي ممكن تكون الفرصة الأخيرة لواحد من أهم وأبرز لجوم الكرة الإنجليزية في سنوات الأخيرة في تحقيق لقب أوروبي مع باير ميونيخ وأقام تفضل بقاءه في الدولة الإنجليزية أعتقد أن هذا قرارا كبيرا لهاري كان ليصنعه أعتقد أن انتقاله لباير ميونيخ أو ريال مادريد سيكون أمرا كبيرا له وستكون نقلة كبيرة على مستوى الدولة الإنجليزية وليس هاري كان فقط أعتقد أن هاري كان يجب عليه أن يبقى في المملكة المتحدة لديه أهداف حقيقها إذا انتقل للنادي الأكبر في إنجلترا أعتقد أنه لا يجب عليها أن يرحل يجب عليها أن يبقى يشارك مع منشستر سيتي منشستر رونيتد ينتقل لنادي لديه طموحات أكبر سيكون بالطبع أمرا شيقا أن نراه في أندية كبيرة في أوروبا وسيكون تحديا كبيرا لهاري ولكن سيظل قرارا صعبا قرارا كبيرا ليصنعه أعتقد أن أنا أعتقد أنها الفرصة الأخيرة بالفعل لهاري كان إذا أراد أن يفوز بالبطولات ولكن لديه فرصة إذا ظلت في إنجلترا أعتقد أنه يعرف جيدا ماذا يريد من الصفقات أو من الأسماء المصرية اللي نجحت مع أسن فيلا تحديدا وأعتقد كمان نجحت في الدولة الإنجليزية باختلاف التجربة أحمد المحمدي محمود تريزيجي الاثنين يمكن لعبه لفترة من فترات في أسن فيلا إيه الانتباع اللي سابوه عن اللعب المصري وإيه تقييمك أنتوا شخصيا لتجربة المحمدي وتريزيجي مع أسن فيلا نعم بالفعل أنا عملت مع أحمد المحمدي في الموسم في الموسم الماضي حينما كنت أنهي بعض الأعمال الخاصة بأسن فيلا أعتقد أنه نعم لقد أحدث فارقا وأعتقد أنه لدينا انطباعات جيدة تجاه المهمة التي يقوم بها أحمد المحمدي خصوصا أعتقد أننا لدينا أعتقد أننا لدينا فريق لعبان قد أحدث تغييرا وقام بأن تطلع الجمهور الإنجليزي أن نرى العديد من اللعبين المصريين بعد ذلك في أسن فيلا مين أبرز اللعبين المصريين اللعبوا في إنجلترا ولفت وانتباعك أنت شخصيا أو حقا ونجاح كبير من وجهة نظرك بالطبع يجب أن ننظر الآن إلى ليفربول حينما نسأل هذا السؤال ننظر مباشرة ليفربول محمد صلاح أعتقد أن أننا سنرى محمد صلاح يؤدي أكثر وأكثر في إنجلترا في الأعوام القادمة لا نتخيل الدور الإنجليزي بدون محمد صلاح هو لعب قوي هو الأفضل حاليا في العالم أنا أقول فقط أن محمد صلاح سيستمر في ناثر السحر الخاص به في إنجلترا إذا استمر مع ليفربول الجميع يريد أن يشارك في الدور الإنجليزي الجميع يريد أن يفوز بالبطولة الجميع يريد أن يلتحق بمنشستر سيتي ومنشستر نايتد ولكن ما نراه الآن أن محمد صلاح أحدث تغييرا كبيرا مع ليفربول السؤالي الأخير متعلق الحقيقة بعيدا عن الكرة الأوروبية والإنجليزية يعني بشكل تام عن الدوري السعودي والكرة السعودية إزاي بتشوفوا عموما يعني وجهة نظر نيل كوكس وجهة نظر العامة اللي تكونت على ما يشهده الدوري السعودي وأقبال الأندية السعودية على التعاقد مع أهم الأسماء في الدوريات الأوروبية الكبرى شوف الانتقال رونالدو وكريم بن زيمان وجولو كانتي وأسماء كتيرة جدا مرشحة في كلام عن فرميني وغيرهم من النجوم إزاي بتبصوا لده وهل ده أثر على حجمه وشكل التعاقدات في الأندية الإنجليزية إزاي شايفين كمان مستقبل الكرة السعودية وطموحها في انتداب أهم الأسماء حسن أنا أنظر فقط إلى خمس سنوات أو ست سنوات ماضية كان الأمر لم يعتمد على المال في أوروبا وهذا ما جار في السعودية الدوري الآن يعتمد على استقطاب اللاعبين مقابل الكثير من الملايين من اليوروهات أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع عمل مذهل استقدموا الكثير من الأسماء التي ذكرت أعتقد أنها ستكون فرصة جيدة لللاعبين الشباب للظهور في الدوريات الأوروبية مرة أخرى والاعتماد على الأسماء الجديدة نعم الدوري الإسباني قوي الدوري الإنجليزي قوي الدوري الإيطالي قوي ولكن هذا ولكن ما جار في السعودية استطيع أن أقول لن يكون بهذه القوة ولكن نعم هو يظل أمرا جيدا وسيطفي على الكرة السعودية جمالا أكثر نيل كوكس نجم أسن فيلا وواتفورد السابق بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وكل التوفيق ولا تأمن أبدا الأهلي يعني يمكن بدأ أحواره طبعا معي بتوقعه فوز سيتي وده منطقي الحقيقة أي حد في العالم الحقيقة وأي فريق في العالم بما فيهم الكبار ميونيخ بي أس جي برشلونة ريال مادريد يقشوا أكيد بتأكيد من مواجهة سيتي لكننا في الأهلي كأهلوية كجمهور عندنا طموح كبير جدا عندنا صقة كبيرة جدا في أنه وارد جدا ونقدر أن احنا نتجاوز سيتي حتى لو كان بيدربوا بيب جارديولا وحتى لو كان أفضل فريق في العالم باشكر نيل كاكس طبعا نجمة أستن فيلا واتفردال صبخ على مشاركته معنا في ستنسا خليني أخدكم بس اللقطة بعيدة تماما عن كورة القدم لكنها بتحمل معاني كبيرة الحقيقة ومفاجأة العالم كله النهاردة بيكلم على اسم ولد أسباني ولد إحنا بنسميه عندنا من الشباب أو من الناشئين عشرين سنة فقط لغير تمكن من حصد لقب أهم بطولات العالم أو أهم بطولات الجران سلام وهي بطولة الويمبلدن كارلوس الكاراز الإسباني الذي يبلغ من العمر عشرين عام لأول مرة العالم من سنين طويلة ما بيشوفش واحد من العمالقة التابو اللي احنا حفظناه وعرفناه إن البطولة إما رايحة الفيدرر أو جاكوفيتش أو نادال لكن السنة دي اسم جديد بيصطع في عالم التنس رسالته بتقول على سوشال ميديا حلم يعني العمر بيتحقق كنت عندي دايما ثقة إن أنا وانا عندي عشرين سنة كل حاجة بتحصل بسرعة لكني أنا فخور جدا إزاي إحنا كنا بنشتغل بشكل يومي شكرا لكل واحد على دعمه لي ومن أعمق قلبي سورة طبعا تتويجه وحمله لكأس أهم بطولات أو أجر بطولات العالم الويمبلدن كارلوس الكاراز بيقول إنه كل واحد بيحلم بحاجة يقدر يحققها لكن الحلم لوحده لا يكفي مهما كانت حجم الصعوبات ومهما كانت حجم المتاعب تقدر دايما تحقق وتوصل لحلمك والسن يفضل في النهاية مجرد رقم سواء كنت صغير في السن أو كبير في السن مدومت عندك القدرة على أنك تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتشتغل يوم بعد يوم عشان توصل لليه أنت عايزه قادر في النهاية أنك تحقق أي هدف وأي حلم توصله زي ما الأهلي بيشتغل بالزبط وزي ما الأهلي والأهلوية بيحلموا بالزبط النهاردة زي النهاردة حقق الأهلي 17-7 حقق الأهلي لقبوا العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا البطولة كانت على حساب الفريق أو بطل جنوب أفريقيا كايزر تشيفز وكان في المغرب المكان والزمان اللي تقابلنا فيه زي النهاردة بالزبط حقق الأهلي البطولة اللي بيطلق عليها البطولة المظلومة إعلاميا لخدت الشيكسي ولخدت النجاح ولخدت فرحنة طبعا لكن مش بنفس القدر اللي حققنا بيه البطولة اللي قبلها التسعة اللي كانت على حساب الزمالك ولا اللي بعدها الحداشر اللي كانت على حساب الوداد تعالوا نفتكر لحظة من أهم لحظات أمجاد الأهلي الأفريقية وتحقيقه للنجمة العشر موسم تقدر تقول عليه نجح بكل المقاييس على مستوى الأرقام على مستوى النتائج على مستوى البطولات وعلى مستوى انطباعات الجمهور عن مدير فني الحقيقة نجح بالعلامة الكاملة فيه أول موسم ليه مع نادي الأهلي وعلى مستوى سكواد تم إرهاقه واستنزافه رغم نجحاته في ثلاث مواسم موسم يدرس للنادي الأهلي الكلام طبعا على كمان المكاسب اللي اتحققت مبارات المقاولين مبارح واللي بشوفها مكاسب كتير جدا أهمها سيبك من الأربعة أهمها سكواد النادي الأهلي اللي غاب عنه عدد كبير جدا من العناصر اللي كانت بتلعب بشكل أساسي مش عايز أقول البودلة والشباب ظهروا بشكل كويس لأن الحقيقة مبارح الأهلي يحسسك أو يوصلك أنه الأهلي بيلعب تيم أساسي وهو اللي كان بيشارك وبيلعب المبارات السابقة وقدم مباراة كويسة جدا وكان فيهم لجوم كبار يعني طبعا أنا شوف نبارح كسبنا فخري كسبنا كوكا عودة طهر للتهديف والتسجيل مرة تانية وعدد من الأسماء الحقيقة اللي ظهروا بشكل جيد جدا خلينا ناخد انطباعات وقراء نجمينا النهاردة في السادسة كابتن رمضان السيد اللي بشرفنا طبعا على شاشة الأهلي بعد يعني غياب طويل شوية لكنه ده طبعا الأهلي هو مكانه وبيته أهله وسهلا كابتن رمضان ربنا خليك يا أحمد تنور الدنيا في أي وقت وأي مكان ربنا خليك يا أحمد من الناس اللي حب أسمحهم ربنا خليك يا أحمد يعني طبعا مش محتاج أن أنا أدي كريت لحضرتك لكن تعجبني دايما صراحة حضرتك ووجهة نظرك اللي دايما في الصميم أهله وسهلا بيك أبدأ بحضرتك من مطش الزمالك عشان أنا قلت في بداية الحلقة أنه واحد من المطشات اللي الأهلي حقق فيها قدم فيها عرض كويس جدا حقق فيها النتيجة عريضة جدا وانت عارف جمهور الأهلي لما الأهلي بيكسب الزمالك بسكور كبير بيبقى سعيد قدي لكن أنا قلت أنه في جزء كبير من جمعينة دي الأهلي يعني بعد المباراة ما كانتش العالمة الكاملة كان فيه أحساس أنك أنت مباراة دي تقدر تكسبها بسكور أكبر بكتير والنتيجة تبقى أعرض بكتير أكيد كنت من الجمهور ده أكيد كنت من الجمهور اللي قلت تمام كده يعني الأهلي عمل اللي عليه وزيد لا كنت من الجمهور اللي هو فعلا المباراة دي كانت ممكن تروح لسكور عالي جدا جدا ويبقى كمان من أكبر سكور اللي حصل في لقاءة الكمة الحقيقة طبعا يمكن أنا أبدأ كلامي بقول يعني إيه الموسم الحلو ده الحقيقة يعني وإيه اللي يوم الحلو اللي احنا عايشينها دي جمهور الأهلي الحقيقة طبعا يعني كولر كلمة السر طبعا طبعا كولر كلمة السر ومن أفضل المدربين اللي جمت في تاريخ النادي الأهلي أنا طبعا جوزيه عمل إنجازات كبيرة جدا وحاجات طبعا هائلة مع النادي الأهلي لكن الرجل ده كولر من أفضل البدايات اللي حصلت من مدربين القربين اللي بيجوا أو مدربين الأجانب اللي بيجوا مثلا الرقم أربع بطولات تخش في أربع بطولات بتحصد الأربع بطولات ولسه كمان انت عندك بطولتين انت ممكن كمان تاخدهم الحاجة كمان المميزة اللي يعني انت باللوقتي يمكن إحنا وصلنا كجمهور النادي الأهلي إنك بتقول مثلا مباراة مع أي حد مع المقاولين مع فارقه ومع زمالك بتقول احنا روح نكسب كامل نهاردة إحساس ده ما يجيش إلا لو في ثقة خلاص فيه قناعة وفيه ثقة كبيرة جدا في أداء اللعيبة بص أقولك حاجة انت ممكن مدرب ييجي يعمل نتاج إيجابية لكن ما تحسش فيه تطوير في أداء اللعيبة لأ ده فيه حصل تطوير في أداء كل لعيبة النادي الأهلي أغلب لعيبة النادي الأهلي حصل تطوير فيها بدليل يمكن أنا هاخدك بس الحاجة صغيرة مبراطة مبارئة انت بتتكلم في حوالي الست سبع لعيبة مش بيشاركوا الفترة اللي فاتت وتحس لا ده هم دول الأسسين هم دولة الفرقة الأسسية اللي بتلعب ولا حاجة ولا حاجة خالص وكل اللي بيشارك الحقيقة بيخش جوه النظام الفرقة وجوه التاكتك اللي المدرب يشتغل به والسهولة يعني بتكسب بتكسب النهاردة بسهولة عكس طبعا فترات فات هو يمكن عمل حاجة يا أحمد الحقيقة أنا في رأيي تفادى بيها مشاكل التلات مواسم اللي فاته ايه بقى هي هو من أول ما جيه هو طبعا أكيد أول ما تعاقد طبعا بيشوف مباريات وبيجي له طبعا تقرير وتعمله تقرير والحاجات دي كلها لكن هو كمان شاب يعنيه قدي ايه المواسم اللي فاتت لما كان فيه إجهاد لعيبة النادر الأهل ما كانتش قادرة تقدي بدنيا بشكل كويس وبالتالي أثرت دي على النتائج يعني في فترات كتيرة جدا الموسم اللي فاته اللي قابليه أثرت على النتائج هو عمل ايه عمل الروتشان بدري جدا لدرجة ان احنا ويمكن أغلب الناس المتابعين يعني هاجموا دي طب انت مش مسبت ليه ده ده انت لسه في أول الموسم مفيش لعيب بتعرض لإجهاد مفيش مش لأ هو كان كان قاري الحقيقة وشاف مطشاط للنادي الأهلي وبالتالي تفادى بقى ان يخش في إجهاد انت النهاردة بنفنش الموسم ولا لعيب عندك معرض لإجهاد ما تقولش فيه لعيب ان هو مثلا مش قادر او المجهد او رغم كل الانجازات اللي اتعققت ورغم عدد المبارات الكبير جدا جدا اللي لعبت النادي الأهلي اللي لعبته مفيش انت في كل مباراة لا ده تقفي لعيبة كنا متعودين انها بتلعب مباراة وتصاب مباراتين ده بالزب فلسي تاو السنة اللي فات تلعب على سطر ويسيب تلق السنة دي فلسي تاو ما شاء الله واحد من نجوم الفريق واحد من أهم مفاتيح طبعا هو ده الكلام اللي احنا بنقوله يا أحمد انه هو عمل تطوير في أداء لعيبة كتير جدا برس تاو انت في أول الموسم أو الموسم اللي فات فيه ناس من جمهور النادر أهلي بيقولك يمشي لأنه هو طبعا فيه إصابات كتيرة وما بيديش ما حسناش بصها كابتال رمضان الجمهور لما بتجيب له اللعيب أجنبي يعني انت لما بتجيب له اللعيب محلي ورد جدا الصفقة تنجح ورد ما تنجحش ورد جدا ياخد وقته ورد ما ياخدش ويخش زي مثلا مروان مع عمل الثاني دخل في نص الموسم ودخل وكسب صفقة اللعية لكن لما بتجيب أجنبي الجمهور بيستني المكان تطلع ومش من أول مباراة ومش من أول مباراة وخلاص وهيلعب مباراتين ثلاثة ده الموسم كله أنا للعيب الأجنبي لا اعتمادي عليه هو بالديني بينتج يعني انت جبتلي خمسة أجانب أنا شوف الخمسة الأجانب بيلعب يكونوا أفضل أفضل لعيبة موجودين هسين الشحات برضو فترات كان بعيد بعد فنيا وبدنيا والحاجات ديكلا هسين الشحات الناردو من أفضل لعيبة مصر ومن أفضل لعيبة أفريقيا آآ من أفضل لعيبة مصر ومن أفضل لعيبة أفريقيا دوره يمكن رقميا بيرسي توكه ربeterm في بطولة أفريقيا كانوا الأعلى على مستوى الفعالية في النازل الأهلي يمكن أن أرى هسين الشحات كان واحد من أهم من جمع الأهلي المسلمة كله. طبعاً. ده مدرب. وده الكودر الحقيقة اشتغل على تطوير اللعبة كتير جدا. النهارده مروان عطية. بعد مباراة سان داونز. شوف بقى. انت بتيجي مثلاً كمدير فني كمان لما تعمله تقييم كمان. أنا مش جاي يلعب 4, 2, 3, 1 أو جاي يحاطي طريقة لعب. هلعب بيها مهما حصل أو مهما شفت الإمكانيات بتاع تلعبتي. لا. ده هو اشتغل وبعدين نتيجة بعد مباراة سان داونز. رح مغير كل حاجة. صحيح. ورح اللعب 4, 3, 3 ورح عامل حاجة الحقيقة أنا في رأيي كمان من ضمن الحاجات اللي فرقت مع النادي الأهلي دفاعياً بنسبة 100% مروان عطية. مروان عطية لما سكنوا في مركز 6 مروان عطية لعيب سوبر. سوبر. يعني من اللعيبة اللي في مصر. أنا في رأييي من أفضل اللعيبة اللي موجودة في مصر. لأنه بيعمل ايه؟. أولاً هو بيعمل لك تغطية بعرض الملعب لمحمد هاني لعالم علول لحسين الشحات. أي مساحة فاضية في التلت الدفاع لنادي الأهلي مروان عطية أولي بيغطيها لك. وفي نفس الوقت لعيب كرة عنده كرة. عنده كرة هيلة الحقيقة. يعني مركز 6 دا. أو لعيب مركز 6 دايماً مظلوم. يعني أطلوب منه نواحي دفاعية مهام تكتيكية بالزب. لكن ما بنشوفش منه أو ما بننتظرش منه أنه يكون عنده كرة يعني. ده هو عالية شواء. هو عنده كرة كمان. يعني مروان عطية. أولاً إيه؟. اللعيب الوحيد اللي بتعرف تطلع عليه من المجموعة الدفاع الحقيقة اللي تحت. بتلاقيه موجود مع أحد. بتليمين يعمل مساندات مع أي حد. آآآآه. طبعاً برضو ده يحسب لكرة لكرة حقيقة لأنه تعرف ودي مستوال فين. صحيح. نهاردة. وأول موسم كمان بيكتشف بطولة الدوري نفسها. آآ. مش طبيعة المنافسة. ما يعرفش سخونة المباريات. ما يعرفش التاريخ اللي بين الأهلي والزمالك. حتى لديها الحديثة مثلا الأهلي وبرمدز الأهلي والإسماعيل ومع ذلك قدم على المستوى الرقمي دفاعا وهجوما طبعا معظم مطشط الأهلي ودينا حاجة بما نشوف نهاش بقالنا كتير أرقام وزكورات كبيرة طبعا أفريقيا الحقيقة عمل موسم طبعا الجميع بيشهد بي طبعا طبعا كل السنة دي صحيح بصمة كبيرة يعني طبعا يمكن مجلس دارة وبكيادة الكابتلن محمود الخطيب الحقيقة أوفكوا بشكل كبير جدا 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 درجة أننا في صفقات الحقيقة موجودة وأثبتت وجودها بشكل كبير جدا لكننا في رأيي أن أكبر صفقة أفادت النادي الأهلي التعاقد مع كولر صفقة من الصفقات المهمة جدا وإن شاء الله بإذن الله للمواسم اللي جاية وأنا في رأيي كمان أن الرجل ده وأخد بالك كمان توقيت مهمة كابتلن يعني توقيت الاختيار بتاع مارسل كولر أنا بعتقد أن الأهلي أو إدارة الأهلي أنا بشتغلش الموسم بموسم يعني عينيها دايما على الخطة بعيدة المال وإنت هيمكن رايح لموسم استثنائي يعني ضرب نار من نسبة للأهلي طبعا مش كل أهلي السنة دي هيلعب شامبينز ليج هيلعب كاس عالم هيلعب دوري أفريقيا دور السوبر الأفريقي دور السوبر الأفريقي هم بايروا كاس عالم أمدية من كلمة السوبر دي فشلوها قالك بلاش السوبر دي بتفكرون بالسوبر الأفريقي فهتلعب كاس عالم أمدية هتلعب دوري الأفريقي هتلعب تشامبينز ليج بطول الدوري أبطال موسم صعب جدا يمكن توقيت وصول كولر ونجاحه الموسم ده تقدر تبني عليه كمان تحضيراتك ورؤيتك ولا يشارك فيها كولر طبعا 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 زي ما بقولك الحقيقة محمد هاني لما بدنا نتكلم على التطوير اللي حصل في أداء اللعبة محمد هاني مختلف عن المواسم اللي فاتت محمد هاني برضو فترة كان داعة خالص لا فيه سيقة دلوقتي في أداءه وطور في أداءه الهجومي وطور في أداءه الدفاعي تطور مستوى هاني ده ان شاء الله بإذن الله بعد عودة أكرم وبعد عودة كريم ومنسلش الاتنين كانوا من أهم الأسماء أو وصلوا يعني قدر له مش أفعل قبل إصابتهم كانوا وصلين لمستوى طبعا طبعا حتى عادة توظيف كريم فؤاد في بداية الموسم كجناح وكان فعال جدا وكان هدف الأهل الغير يعني ربنا اختبره وحصلت الإصابة عودة كريم وعودة أكرم مع تقلق محمد هاني تفكر انك انت ترجع أكرم مثلا لمركزه الأساسي ولا تخليه مع هاني ولو رجعت أكرم نص ملعب بعد رحيل حمدي فهل تفكر في تدعيم الجبهة اليومنا بصفقة جديدة ولا ممكن تراهن على كريم في الباك كباك يمين يعني تفكر في المركز اولا دي كلها من ضمن الأسباب الرئيسية اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي او اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي يا أحمد ان النادي الأهلي مكمل لغاية دلوقتي بمنتهى القوة انت عندك ما شاء الله في كل مركز فيه 2-3 لعيبة على مستوى عالي جدا جدا بدليل ان انت حتى لما بتيجي تغير وتعمل تغيير في 7-8 لعيبة وممكن كمان تعمل تغيير في العاشة العيبة ولا عندك مشكلة خالص ده بالعكس ده لما يرجع أكرم ولما يرجع كريم ده هيبقى إضافة قوية جدا الاتنين إضافة قوية جدا لتيمي نادي الأهلي انا بفكر في توظيفهم عشان اشوف الأهلي محتاج ايه يعني انت لو حطيت أكرم بك يمين تاني اعتقد انه في الحالة دي محتاج تدعم نص ملعبك ولو حطيت أكرم في نص الملعب بتهيألي انه الموسم اللي جاي يستدعي كمان انه يكون معه اعتقد خلال عبد الفتاح طبعا يعني قدم موسم جاية في بداية المشوار كريم فؤاد ممكن يلعب في الجزئيه دي أصل انت عندك يا أحمد كريم فؤاد بلعني طماعة بلعني طماعة طبعا وبصص الامريكاتو اللي جاي ده طبعا وأكيد دارة النادي الأهلي بص الامريكاتو الجاي آخر نسخة بشوف يعني ممكن ممكن لحدش عارف الغيب في ايه لكن آخر نسخة بشوف انه الموقف فيها كابتن رمضان هيبقى إلى حد ما طموح مصروع انك انت تلعب نهائي كاس عالم النسخة اللي بعدها على طول الدنيا هتبقى اللي لم تكن يعني مستحيلة فهي صعبة مشاركة 32 فريق فيهم عندها كتير جدا من أوروبا عندها إمكانيات عندها إسماء فالمشوار هيبقى صعب انك انت توصل لمباراة نهائي كاس عالم في النسخة الجديدة اعتقد شوية يعني ومنطقي انه يكون صعب احنا زي ما تكلمنا دلوقت في بداية كلامنا وقلنا ان احنا الكولر هي ادى سيقى الجمهور النادي الاهلي انه هو يروح يتابع مباريات يقول لك قبل ما بيروح المباراة يقول لك هننكسب كام اعتقد ان احنا حتى في مسابقة كاس العالم اندي الموسم ده ان شاء الله بإذن الله اعتقد ان احنا هيبقى لنا في المنافسة هنخش في المنافسة بقوة كبيرة جدا يعني احنا طبعا وصلنا للتالت انا في رأيي ان احنا هنوصل للنهائي ان شاء الله بإذن الله قادرين بالمدرب بتاعنا المدرب العلامي الحقيقة او المدير الفان العلامي اللي موجود معنا بالسكوات الموجود ان احنا نوصل للنهائي انت بتتكلم كنا نلسى بنتكلم دلوقتي في اكرم وكريم كريم بيلعب باكرايت وبيلعب جناح يمين وهتلعب باكليفت لعب باكليفت مع سنة الفكرة مع امبي وكان واجات كمان كريم نفس الحكاية هتلعب ديفندر وديفندر على مستوى علي جدا 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 اكرم اكرم وكمان بيلعب لك الحتة طبعا الباكليمين كان من اميز اللعبة الموجودة في مصر لا كل الحاجات دي دي طبعا اضافات لتيم النادي الاهلي وفي نفس الوقت انا كمدير فني يا عيني يا سلام لما يكون عندي كل الامكانيات دي وكل اللعبة المميزة دي واللعبة بالذات اللي بتلعب اكتر من المركز زي مثلا امام عشور انا في امام عشور صفقة امام عشور انا في رأيي ان هي بتساوي خمسة لعبة لان هو بيلعب لك باكرايت وبيلعب لك ستة وبيلعب لك تمانية وبيلعب عشرة وبيلعب باكليفت يعني حاجة صفقة سوبر سوبر يعني بالمناسبة وانا عارف انه انه العين الخبيرة اللي تعرف تشوف المواهب وهي لسه طلع يمكن الجمهور ما عندوش المساحة ولا الصبر يعني اسماء كتيرة جدا ظهرت وكانت ناس كتير بتشوف انه في سن صغير ركبت الرمضان وكانت ناس كتير جاد تشوف ريحوا ما تدولوش كتير لكن في اسماء او في عيون بتقدر تشوف المواهبة وهي لسه خام لسه ما اخدتش او تجربتها ما اكتمرتش او ما صدتش لمحالة النودج اللي تخليه الجمهور يشوف ده اكيد قبل ما اتكلم على فخري وكوكة لانه هم تنين من الخامات المبشرة جدا واللي كتير من الناس بتشوت بيهم ما عايزة اخد رأيك فيهم بذات في مباراة الامبارح وفي شكل وطبيعة الدور اللي ممكن ياخدوه خلينا فكرك بواحدة من المواهبة المصرية اللي انت قدمتها الحقيقة من سن صغير جدا كلام ده كان في نادي المريخة كبتن حدش يعرفه طبعا الصورة دي او حدش يقدر يعرف مين ده لكن ده افضل لاعب في بطولة افريقيا الاخيرة اللي حقيمت في المغرب روحت يا احمد اشتغلت مع الفريق نادي المريخ الحقيقة والولد ده كنت بتفرج على مباراة مجرخة مشهر سنة ولقيت حاجة انت صعبتوا كبتن صعبتوا في نفس اليوم يعني في نفس اليوم خمشهر سنة شوفت خمشهر سنة اه قلت له يا ابني ما تنتجلش تحت ياني قلص اه واخدته الحقيقة اتمرى مع الفرقة كبيرة ولعب مطشاط وهو عنده في السن ده اي وفي نفس الوقت يعني خليت إدارة النادي كمان تهتم بيه في حاجات بقى يعني التغذية ومش عارفه في ايه وايه وانا كنت عارف خفت الموهبة اه موهبة واضحة واضحة الحقيقة يعني هو الولد دوت وهو خلال بتحكم عليها لانه بتحس ان فيه فوارق بينه وبين العناصر او الولاد اللي في نفس المرحلة بتاعته ولا بتحكم عليه لان انت شايف انه عنده شخصية او عنده امكانيات لعيب ممكن في يوم الايام ترى انا علي انه يكون لعيب كبير اكتر حاجة بقى كمان الشخصية الشخصية يعني اه الشخصية وحطة الثقة الولد ثقة في اداءه لما ساعدته بيتضرب مع الفريق الكبير نفس ولا حاجة بل بالعكس ده يعني اعايز يزبط اه ده هو خلال لعيبة الكبيرة الزميله في الفرقة بيسكوا فيه وبيسكوا في اداءه فالولد الحقيقة كان حاجة طبعا وطبعا حصوله الحقيقة على افضل لعيب في المسابقة الحقيقة في بطولة افريقيا واحد من المواهب اللي اتمنى لها حيانها يعني انا اه طبعا تخدنا اه طبعا وطروح لبيت اه طبعا وبتقال فيه زي صلاح وزي ابراهيم وزي اسماء يعني كنا متوقعا لها للأسف يعني انها تكون حتة تانية كثير فيه لعيبة طلعة صغيرة انا في رأيي محتاجة بس الفرص يعني محتاجة الفرص تاخد فرص هيثبته وجودهم بشكل كبير جدا يعني زي كوكا مبارح كوكا مبارح مش حكاة هو طبعا خاد رجل المباراة لكن هو تحس ان العيب عنده يعني بيلعب بقاله عشر سنين في الفرق وعنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في اداءه وفي نفس الوقت موهبة يعني حتة المهارة عالية جدا جدا مش ديفندر اللي هو بيستخلص بس لا ده بيستخلص وبيصنع أجوال وكورته وكورة وطحة جدا ومهارة بشكل كبير جدا عشان كده بياخد رجل المباراة فيه لعيبة كتير جدا لو خدوا فرص لا هيثبت وجودهم طب خلينا نروح للأهلي طبعا لنا دي الأهلي في الجزيرة ونتطمن محمد توفيق على تعبيرينت الفريق وطمنكم ونحاول نطمن طبعا من جهاز الطبي على إصابة الشناوي ألف سلامة طبعا خرج مبارا ونزل كابتن علي لطفي توفيق مساء الخير مساء الخير زميل عزيزي رحمة السمير تحياتي ليك والضفة الكريم كابتن رمضان السيد واحد من نجوم النادي الأهلي وكمان متعنا كتير جدا في التدريب ومدير فاني الأكثر من فريق برحب به برحب كل مشاهد الله تنادي سعادة الأهلي لماتش حرس الحدود وطمن جماهير نادي الأهلي وطمننا احنا كمان على آخر تطورات أنا عارف أنه فيه النهاردة فحص طبي المفروض ياخذ عليه كابتن محمد شناوي عشان تحديد حجم الإصابة لكن لو عندك أخبار أو تطورات جديدة في النقطة دي تحديدا يريد نعرفها منك أبدأ بالنطمن وطمن كل جمهور نادي الأهلي زي ما قلت يا أحمد الشناوي بطمنكم على حالته كان النهاردة بس تدريب استشفائي للشناوي والمجموعة اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب وننتقل بالطبع بفوزي نادي أهلي باربع عداف مقابل لأشيء ولكن طبعا دكتور رحمة أبو عابل قلت له قال لي بكرة هنبص عليه وهو قريب جدا إن شاء الله نتطمن على حالته ويشارك بشكل طبيعي جدا في التدريب الرئيسي استعدادا لمباراة حالة الحدود فبطمنك بطمن كل جمهورنا دي الأهلي الشناوي الحمد والله الموضوع بسيط جدا وهو الجهاز الفني والجهاز الطب مرضيش خطر بين بارح وفضل سحبه من مباراة ولكن حالته مطمئنة بشكل كبير جدا لو ما كانش موجود في المباراة الجاية بقى موجود في اللي بعدها إن شاء الله فالموضوع بسيط جدا الحمد والله رب العمين بطمنك كمان يا أحمد وبطمن جمهورنا دي الأهلي مروان عطيها الحمد لله النهاردة موجود لأول مرة في تدريبات النادي الأهلي موجود وشارك بشكل طبيعي جدا في تدريب الفريق النهاردة عمر السلية شاد حسين محمود متولي شغالين فيه برنامجهم التأهيلي طبعا بعض الإصابات المختلفة اللي تعالى دولها في فترة أخيرة ولكن موجودين برامجهم التأهيلية بشكل أكثر من رائع كمان أكرم توفيه وكريم فؤاد طبعا اللي حاصل على أجازة طبعا للزواج إن شاء الله برضو يعني أمورهم مطمئنة جدا وشغالين في برامجهم بشكل أكثر من رائع بشكل عام بقى يا أحمد يمكن الفريق النهاردة المجموعة اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة الأمس كلها بتخد تمرين استشفائي في الجيم الخاص بفريق النادي الأهلي هنا في ملعب مختار التتش بالجزيرة بقية اللاعبين اللي هما معظمهم يعني ممكن القوام الأساسي كله النهاردة بيخد تمرين قوي جدا على ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة طبعا نظر إن هما مشاركوش في مباراة الأمس يمكن طبعا قبل التدريب كان في محاضرة فنية مثل المرس الكولر اتكلم طبعا مع اللاعبين عن خلاص المنافسة القادم وفريق حرص الحدود كان الجهاز الفن برغم حسم بطولة الدور العام وبرغم خروج يعني حرص الحدود من المنافسة ومن بطولة الدوري بشكل عام ولكن طبعا كل مباراة على حدة زي ما كنت بتتكلم أحمد في المقدمة تبتلعب على السلس نقاط وتأكيد جدرتك بالفوز بالدور العام ووصولك لرقم صعب أي حد يلحقك فيه وهو 43 بطولة الدوري عام أعتقد صعب جدا أي حد نفسك في الرقم دوت فالجهاز مركز جدا اللاعبين يمكن تدريب قوي جدا بدنيا ومن بعده كمان خلاص تدريباته القرى حالا انشغالها دلوقتي وهيختتم التدريب بإذن الله بتأسيمة في المجموعة الموجودة عدد من الناشئين طبعا موجود فيه التدريبات النهاردة يا أحمد التدريب طبعا هيختتم بعضه قليلة أقل من ساعة وهيكون التدريب خلص خلاص إن شاء الله بكرة التدريب الأساسي هيكون فيه تمام السبعة مساء هشارك فيه كل المجموعة سواء اللي كان بتواخده على وإن شاء الله بإذن الله كل طلبات النادي الأهل تبقى مجابة ويكون حضور جماهير كبير والنادي الأهل يحتفل وسط جمهوره على أرضه في أستاذ القاهرة بإذن الله بطولة الدور العام ويبقى دايما النادي الأهل في المقدمة ويبقى دايما على صدارة الكرة في مصر وفي أفريقيا كمان القندوسي شارك في التدريب النهاردة بشكل كامل يا محمد القندوسي موجود بيشارك بشكل طبيعي جدا مع بقيت زميلو كمان محمد هاني ياصر إبراهيم محمد عبد المنعم المجموعة اللي كانت غايبة طبعا للأقاف كلهم موجودين كهرباء حسين الشاحات كل المجموعة يا أحمد الحمد لله زي ما قلتلك كلهم بشكل أقصر من رائع حتى الشيناو زي ما قلتلك النهاردة راحة زي وزي بقيت زميلو تدريب استشفائي بكرة إن شاء الله بنسبة كبيرة هبقى في التدريبات لو حتى مش موجود وفضل الجهاز تنبقى ما مش موجود هبقى إن شاء الله موجود على طول بعد تدريب الحرس كل العناصر الحمد لله موجودة حالتها الفنية والبدنية مطمئنة كمان ظهور أحمد صديق النهاردة نجم النادي الأهل السابق في فترة المعايشة مع مستر مارسل كولر وحوارات جانبية بشكل مستمر على طول وطبعا بياخد جرعات تدريبية يعني فرصة أعتقد لأحمد صديق واحد من نجوم النادي الأهل المخلصين إنه كون موجود مع مدير فن كبير زي مستر مارسل كولر لأدات كوادر للنادي الأهلي في المستقبل بإذن الله زي وزي مداربين كتير جدا النادي الأهلي بيبقى حريص على تأهلهم عشان يكونوا موجودين ويبقوا امتداد لمداربين كبار جدا في تاريخ النادي الأهلي وطبعا على رأسهم كابتر رمضاني السيد ضيفك الكريم في الاستوديو بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد أوفيق دي أخبار تمرينة الفريق النهاردة وطمنا على حالة الشناوي والأهم إن شاء الله أنه يعني نعدي الموسم بدون إصابات ومعتقدش أن في حاجات السادية كابتر رمضان مجاسفة ليا متولي الشناوي صحيح فيه مطشط مستنية الجمهور زي بيرامد زور مصري لكن في النهاية الموسم يعني خلاص الموسم هدف من الموسم الحقيقة وطبعا التلاتة العيبة دولها لعيبة كبار جدا ولعيبة طبعا بيصنعوا الإضافة الحقيقة التي من ناد الأهلي لكن الحمد لله عندنا الفترة اللي جاية دي ووفرة كبيرة جدا نقدر نلعب بأي حد الآن ما دوم ما يكتمل شفاقهم ويشاركوا بشكل طبعا ما فوش أي مشاكل خالص فاضلنا تلات مطشط في الدوري وإن شاء الله بإذن الله نكمل مشوارنا في الكاس لغاية النهاية شايف كنا نسا بنقول من شوية أن الموسم الجاي ستسنائي وصعب جدا وبالمناسبة اللعيبة دي أبطال كبير رمضان لازم يجيهم حقهم طبعا لعيبة دي الموسم ده تحديدا سيبك من قصة التتويج وأن هم رفعوا الكاس في كل المسابقات اللي هم أو الدرع المسابقات اللي هم خدوها كلها دوري واثنين سوبر وواحد كاس مصر وواحد دوري أبطال لكن اللعيبة دي خاضت سيزن أو موسم شق جدا أكتر لعيبة ويمكن أكتر جيل اتحرم من جمهور الأهلي في المدرجات طبعا أكتر جيل عانى من تعقب أو تلاحهم المواسم أكتر جيل عانى من عدد المباراة اللي بتتلعب في موسم واحد ويكفي أن أنا أقول لك أن اللعيبة دي لعبة زيادة عن كل اللعيبة في كل الأندية في مصر تقريبا ما يقدر بحوالي 12 مباراة الموسم ده أليو ديانجل من أكتر اللعيبة اللي شاركت في مباراة على مستوى العالم أيب يعني برضك ده حاجة شيء قاسي جد وكلام هنا يا كابتر روضان وحي مكلمة على موسم أصعب التداخل عليك السنة الجاية زيادة بطولة تانية بطولة مهمة بطولة كبيرة جدا تم استحداثها في أفريقيا عندنا طبعا بطولة أومم أفريقيا اللي هنلعبها في كوت ديفوار إن شاء الله لتأهلنا لها عندنا تصفيات كاس عالم هو موسم شاك جدا وصعب جدا تفكر فيه ازاي وتحضر له من دلوقتي ولا تستنى لغاية لما الموسم ده ينتهي لا ما هو خلاص يعني إنت مثلا اللعبة اللي موجودة عندك والتعاقدات اللي نادي الأهل يفكر بيعملها أو بيشغل عليها لفترة اللي جاية دي كلها الحاجات دي كلها أعتقد يعني مش هتعمل لك ألا خالص يعني إحنا مثلا لو أنت عندك مثلا في سكواد مثلا في مثلا 30 لعيب وعندك 15 لعيب فورما والباقي مثلا بعيد آه تقلع لكن عندك لا عندك 30 لعيب زائد اللعيبة الصغيرة اللي ممكن تصعدها من تحت لا أنت عندك سكواد على مستوى علي جدا جدا وما فيش أي ألأ خالص أنت سايف الفرقة اللي تحتك كابتر أولان كويس آه طبعا فيها أسماء تراعن عليها في الموسم اللي جاية والله في يعني يعني يمكن في 2003 فيه لعيبة وفي 2006 فيه لعيبة يعني يمكن حفيدي من ضمن اللعيبة ديت عمر سيد معوض الحقيقة طبعا من ضمن اللعيبة اللي إن شاء الله بإذن الله حفيدي لعيب كبير وإمن لعيب كبير طبعا طبعا يعني يمكن هو عمل معايشة تاخد برا ورايب بياخد يعني فيه معايشة موجودة أي وعنده فرصة كبيرة جدا لكن طبعا هو كل حاجة بتتعامل لعمر سيد معوض عن طريق النادي الأهلي عن طريق كابت المحمود الخطيب لأن إحنا طبعا إحنا الاتنين ولاد النادي الأهلي وطبعا يعني أنا حفيدي ما يطلع طبعا بموافقات والسيد راح قاعد مع كابت المحمود الخطيب وكل حاجة تمام لكن في أي حاجة أولوية طبعا للنادي الأهلي الحقيقة أكيد لو كلمت حضرك على الموسم الدولي المصري عموما يعني طبعا أنا عارف أنه الناس بقى لا يمكن أكتر من عشرين يوم خدت معلومة وخلاص بقى الدنيا تقلبت على المعلومة دي أنه الأهلي عمل صفقة رغم أنه حتى اللحظة لما يتم الأعلان رسميا عن الصفقة دي أنا دايما بحب أنه يعني كلام عن أي شيء بعد ما يتم رسميا معك عارف ممكن في اللحظات الأخيرة لذباب كثيرة جدا وهنا نحن نتكلم بإسم النادي الأهلي فبالتالي أي خبر لكن في النهاية في حاجات كثيرة جدا حصلت في الدورة كانت تستدعي وكانت من الأهمية بما كان من الناس تتناولها ولم يتحدث عنها أحد أنا حابة أخذ رأيك فيها واحد فقد نتنم الأندية الجمهارية الموسم الأول خليني قبل ما أتكلم على فقدان الجمهارية أو هبوط أسوان وغزل المحلة شايف شكل المنافسة ازاي أو خريط الكرة في مصر ازاي من قريتك جدول الترتيب هو طبعا النادي الأهلي بقى في مكان بايدة خالص حقيقة دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة كابتر رمضان لا هو عامل الفارق هو طبعا حاجة مش كويسة في حتة المنافسة بتقل لكن لما تيجي تتكلم على النادي الأهلي هو صانع الفارق بإمكانياته بإدارته بجهازه الفني بلعابته صانع الفارق الحقيقة فدي حاجة طبعا تحسب للنادي الأهلي لكن اعتقد ان انت في خلال الموسم اللي جاي هتلاقي برامس بداخل جوة المنافسة احنا بقى احمد والحقيقة انه لو كلمتني كورة يعني طبعا انا اتمنى ان الاستثمار يخش في كورة في مصراف كل الاندية وبالذات الجماهيرية واتمنى ان تجارب الاندية الاستثمارية تركز اكتر على الاندية الجماهيرية يمكن تقدر تحقق النجاحات اللي بتسع عليها لكن في النهاية انا بشوف ان الكورة فقدت كتير من المواهب او انا بعمل حساب جمهوري يعني النجم ده ويقدي المباراة بيعمل حساب جمهوره ولما يخرج في الشارع بعربيته ولا بيخرج في مشوار ولا بيخرج في اي حتة الناس بتقابلني ازاي انا ماشي ازاي والناس بتقف جنبية ازاي وانا مستوايا بحاول ان انا في كل مباراة بضيف لنفسي اي وده ده الفرق ما بين النادي الاهلي والاندية الجماهيرية اللي هي يعني انا هنتكلم نرجع تاني لرمضان الصبحي فارق كبير جدا جدا السماء والارض لانك انت النهاردة رمضان الصبحي كان مفنش بطولة افريقيا 23 سنة وانت لو بسيت لسكواد كله اكبت رمضان يعني هتلاقي فريق يقدر يفوز يعني الامكانيات لعيبته يعني انت بتكلم على علي جبر بتكلم على وليد عبدالله السعيد بتكلم على تاتي توري ابراهيم عادل ابراهيم عادل بتكلم على مصطفة فتحي بتكلم على رمضان صبح يعني بتكلم على سكواد بس في النهاية بس هي دي خلي بالك اللي انا بتكلم فيها الحتة دي مهمة جدا انا النهاردة كان اجم بعمل حساب جماهيري بعمل حساب ادارة نادية بتختلف يعني النهاردة وهقولك حاجة النهاردة العيب مثلا بتعبير مع احترامي لما يطلع مغلوب مثلا اتنين ولا فنبراء ولا تلاتة ولا اي حاجة مين هي حاسبه مفيش حد من جماهير بتحاسبه ده هو مجرد ان هو بيجي تاني يوم التمرين ولا تالت يوم التمرين لو خد راحة ولا في مشكلة خالص عنده طب والزمالك يا كابتن رمضان يعني واحدة من اكتر المواسم انت بتكلم في انو الزمالك مركز ثالث بستين نقطة واحد من اكبر المواسم اللي الفرق بين الاهلي والزمالك شاسع بالشكل ده طيب انا هقولك حاجة عنصر الادارة انا في رأيي ليه داخل بنسبة النجاح بتروح مثلا لمية في المية الادارة ده عنصر مهم جدا جدا يعني للأسف الشديد الفرق ممكن يوصل لتلاتين نقطة بالزبط تلاتين نقطة اه ما هو ده ده خلي بالك ده فارق ما حصلتش قبل كده اي في تاريخ تاريخ الدور العام يعني عشان كده ازان بقولك في مشاكل كتيرة جدا 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 الحقيقة طوال الموسم ما بين الادارة وما بين اللعيبة يعني تخيل انت مثلا لما توصل يعني مع احترامي يعني انت لما توصل تشاكك في اللعيبة بتاعتك بالنسبة مثلا مش عارف انا احمد فتوح انا في رأيي من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر بردك يعني لما تقول مثلا عشرة لعيبة ولا حاجة من لعيب سوبر سوبر النهاردة لما تحس ان هو بيلعب مثلا لا مش هو ده احمد فتوح يعني المفروض قبل المشكلة اللي حصلت دي لا اتأثر نفسيا بشكل كبير جدا وعطاءه كمان يعني يمكن هو قبل مباراة الاهلي الحقيقة كان من افضل اللعيبة في اثنان الزمالك لكن هو مباراة الاهلي اعتقد هو متأثر بشكل كبير جدا بالجو اللي حواليه في حتة الادارة دي حاجة طبعا مهمة جدا جدا يعني انا مش معقولة مثلا انا الاقي مثلا مجلس ادارة بيهاجم لعيبته ولا مش عارب بيه لا الحاجات دي كلها تأثر مهما كان عندك بقى لعيبة نجوم ومهن كان عندك لعيبة على مستوى علي جدا تتوقع انه الوضع ده اتغير في المسلم اللي جاي يعني اعتقد ان منافسة يعني مع مشكلة عندهم سخونة البطول انا كنت حاسس ان البطول سخنة تحت منتهى البرودة فوق هبوط منطقي الاسوان وغزل المحل وحرس الحدود يعني انا في رأيي الحقيقة بالنسبة الاسوان انا في رأيي في جزء كبير جدا ان يتحمل على الادارة يعني البنك الاهلي كان ينافس اسوان في سراع الهبوط المباراة المفروض كان يلعبوا بعض في اسوان تتنقل المباراة للقاهرة يعني اي فكر عشان افضل انا صدر له المشاكل وابعد انا لا ده بالعكس انا ما اعرف ايه اللي حصل بين ادارة بنك الاهلي وبين ادارة غز المحلة وابداية قوي جدا في بداية الموسم طبعا غز المحلة ده كان اول ست مباريات مع الاتحاد شكندري كان في الصدارة طبعا برضو تحملها الادارة تحملها ادارة في تغيير المدربين في عدم توفير الحقيقة المناخ اللي بتاح طبعا لأي فرقة عاوزة تستمار في دوري او عاوزة تعمل مركز ما كانش موجود افضل تجربة من تجارب الانداف الدوري المتاز لفتت نظرك السيزن ده السيزن ده الحقيقة انا في رأي امبي امبي اه يعني تامر مصطفى تحس ان امبي بيلعب كرة على مستوى عالي جدا وفي نفس الوقت بيحقق نتائج ايجابية بشكل هاي الحقيقة خريطة المدربين اتغيرت من وجهة نظرك في الدوري المصري يعني اه طبعا يعني تتكلم الحقيقة على الزمالك وسيريو المناسبة اربع مدربين فقط لغير بقوا في مناصبهم من بناية الموسم طبعا من ضمنهم طبعا مستر مرسل طبعا طبعا شاوي غريب شاوي غريب مع المقاولين كابتن علي ماهر مع فيوتشر زوران وزوران مع التحق التحق اسكنداري ده يمكن هما دول بس معادة ذلك ده نادي زي زي زمانك مغير خمس اجهزة على مدارة موسيقى كل الانديه بعد كده مغير مغير مرتين ومغير ثلاث مرات لكن انا بقول لك ان المنافسة الموسم اللي جاي المنافسة هتبقى قوية جدا ولكن انا لسه الغاية دلوقتي حاطت النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله لفترة كبيرة جدا هيبقى برضك في مكان لعبتنا المعاريم في عندي تانية لحد منهم لفت نظرك او شايف انه يستحق انه ياخد فرصة في الموسم اللي جاي مع الاهلي يعني انا في رأي الباكليفت شكري باكليفت يقدر يساعد معالي معلول امكانياته كويسة يعني امكانياته كباكليفت في النواحة الجمهية والنواحة الدفاعية لا يعني يقدر ان هو يساعد معالي معلول وطبعا دي بتبقى متسابة للجهاز الفني والإدارة لكن بعد كده يعرفش يعني انا سمعت اخبار ان فيه صلاح محسن ممكن يرجع صلاح محسن الحقيقة بمنتهى الامانة التجربة بتاعته مع النادي الاهلي ما كانتش نجحة وكمان لما راح صارميكا الحقيقة الفترة الاولانية في الموسم برضو ما كانتش داخل بشكل اساسي فمعرفش هل ممكن مستطل كل الحقيقة شايف في حاجة شايف ان هو يقدر يعمله اضفات يعمله تطوير الحقيقة وزي ما عمل لاغلب لعيبة النادي الاهلي الحقيقة اعتقد لو تعمله تطوير ده يبقى لان عنده عنصر من ضمن العناصر المهمة جدا في الكرة الحديثة عنصر السرعة ده مهم جدا يعني بره فرقة النادي الاهلي ايه العناصر او اللعيبة اللافت نظر كابتر رمضان السيد يعني اعتقد ان زيزو بيعمل استمرارية في الاداء المميز الحقيقة في المسابقة وبيعتبر من اللعيبة المميزين جدا جوه المسابقة الحقيقة يعني ابرز اللعيبة محترفين اجانب محترفين اجانب بلولة اللي هو بتاع الاتحاد سكنداري اه مبلولة هداف الدوري وبيصنع الفرق في كل مبارا بلعبها يعني ده من اميز الاجانب المجدين صحيح اخذ احصائيها كابتر رمضان من ياخد رأيك فيها احصائيها دي بتتكلم على المدربين اللي بينتاموا دول شمال افريقيا مصر زاير المغرب تونس وليبيا اللي بيعملوا خارج الحدود تعالوا تشوف الارقام كده واسمع تعليقك على خصونا طبعا المدربين المصريين دول اللي هم هنا عدد المدربين التوانسة اللي بيعملوا خارج تونس تسعة وتلاتين مدرب عدد المدربين المغربة اللي بيعملوا خارج المغرب اتنين وتلاتين مدرب مصر سبعة وليبيا ليها اتنين مدربين خارج حدودها ازاي تشوف الارقام دي وازاي هل تشوف انه الرقم ده بالنسبة مدربين مصريين رقم طبيعي ولا فيه تراجع كبير جدا على مستوى مكانة وتواجد ومساحة المدرب المصري خارج مصر لا طبعا رقم سلبي وفيه تراجع بشكل كبير جدا احنا جلنا جلنا مواسم في سنين الحقيقة كان عدد المدربين المصريين كان كتير جدا في المدربين اللي بشتغلوا برا مصر كانوا بالضبط لكن طبعا العدد ده لما تكلم في سبعة مدربين اعتقد عدد قليل جدا 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 يمكن هي فيها حتى ازا كان تونس مسلا اكتر اكتر بلد بتصدر مدربين الحقيقة او المغرب بعديها اتنين وثلاثين هم بيعرفوا الحقيقة يتعاملوا مع الخليج بشكل كواس قوي وفي نفس الوقت اعتقد قريبين كمان يعني هم قريبين منهم لما اللي بيروح هناك كمان مدربين الحقيقة التوانسة او مدربين المغربة لا بيثبتوا وجودهم يعني فيهم مدربين راحوا الحقيقة يثبتوا وجودهم بشكل بري جدا عشان كده العدد بيزيد انت لما بتروح مثلا مدرب مصري يقوم بيثبت وجوده اعتقد العدد بيزيد في البلد دي صحيح سؤالي الاخير ماتشو حرس الحدود ايه اللي تستنى من ميستر مارسل كولر يستمر في تجاربه والعودة للعبين الاساسيين وشايف ازاي المكاسب اللي ممكن حققها ممبرات حرس بشكل خاص والثلاثة اللي مفضلين في الدولة بشكل عام يعني ممبرات حرس الحدود هو طبعا مباراة احتفالية لان احنا هنستلم الدرق ان شاء الله بإذن الله في اليوم دوت ان شاء الله بإذن الله فبالتالي مستر كولر الحقيقة مش هيجازف ان هو يعني لا هو احتفال بالبطولة يحصل مطبس بالزبط لا وبالذات كمان يعني انا لازم اجيد بمحمد مكي مدرب الحرس الجديدي الحقيقة لان من اول ما مسك عامل نتائج جبية بشكل كويس قوي 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 قوندوسي علامة استفهام بالنسبة لك اه قندوسي علامة استفهام خد فرص كتير جدا ولكن انا لغاية الوقت لسه مش شايفه تستنى منه ايه في التلات مطشقات اللي جايين يقول ان انا موجود يقول ان انا اضافة لان انا زيان بقولك انا لغاية دلوقتي مش شايفه القندوسي نتمنى التوفيل فرقتنا ان شاء الله في المباراة الاخيرة من عمر البطولة واستعدادنا الموسم جاي هيكون صعب بشكل كبير على الكرة المصرية اكيد طبعا بشكل عام تصفيات كاس عالم بطولة قهم افريقيا وعلى الاهلي بشكل خاص الارتباطات والدولية والقرية هتكون هي الاولى من حيث العدد والنوع في الموسم اللي جاي واللي بالتأكيد ان شاء الله نراهن عليه في مركاته ان شاء الله استثنائي يا كابتر رمضان اكيد ان شاء الله احنا في كل البطولات ان شاء الله بإذن الله اللي هنشارك فيها في الموسم اللي جاي ان شاء الله طبق بتاعتنا من الاخر امور الاهلي مستني مركاته يخص بطولة كاس العالم بزبط ان احنا شايفين الاهلي بمستوى و بعناصره اللي موجودة تحت قادر يكرر الانجاز اللي حققه السنة دي ويفوز بكل الالقاب يبقى التحدي الحقيقي هو بطولة كاس العالم اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله هنعمل فيها انجاز كبير جدا جدا ونوصل للنهاية ان شاء الله ان شاء الله بزيلا نهارة الدنيا ربنا خليك يا حمد ربنا باركيك الله خليك بشكركم على المتابعة بكرة حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم